بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم مزكري عبدالعلي أنذي بي ميكروسوفت ونواصل في دورة Data Factory وبالتحديد Data Flow الدرس السادس في Data Flow والسادس عشر في Data Factory إجمالا اليوم إن شاء الله سنتعلم الـ Cast و Join وأظن أنه سيكون أدرس للماء قبل الأخير لأننا بعد ذلك نعمل الـ Save يعني كيف يكون بعد الـ Transformation لابد أن نحفظ الـ Data في ملفات أو في قاعدة بيانات إلى آخرها وهناك بعض المكونات التي لم نتطرق عليها سنرى ذلك إذا كان لازم الأمر أو وجدنا أنه شيء مهم سنضيفه وإلا سنتوقف هنا الباقي سيكون سهل يعني تعلمتم الآن معي كيف الأمور بسيطة جدا يعني إضافة مكون وبعض البرامترات وانتهى الأمر نذهب إذن إلى المثال الأول ونبدأ بالـ Cast لاحظتم في الدرس السابق أننا عندما أخذنا الـ ID من ملف الـ Text كان الـ ID في شكل String كان الـ ID في شكل String هنا لو عملت Refresh لا نجد الـ ID مع أنه هو رقمي لكن في الـ CSP افتراضيا سيأخذه في شكل String لأنني لم أحفظ التغييرات سنرجع نرجع هذه التغييرات نرجع إلى الـ View فقط تحددت يعني القلن الأولى الرأسية يعني هي الحقول يعني أسماء الحقول والفاصلة المنقوطة هي يعني الـ separation ما بين الحقول بقية مشكلة في الـ Open Schema سنحذف هذا ونأخذ Schema من ملف موجود عندي على الـ Disk سيعطيني أسماء الحقول نرجع هنا وقلت أن الـ ID هذا هو String فقمنا بنزعه عن طريق Select وقلنا أن Select هدفها هو إعادة ترتيب الحقول حذف أشياء لا نريدها ثلاث أشياء تغيير الاسم أما فإنما نريد عمل Cast أو تغيير هذا String إلى Int فنحتاج إلى مكون Cast فقبل أن نعمل Join نضغط على هنا في هذا المكان لأن هذا هو Int أما هذا فو String سنحوله فعندي Cast لاحظ أصبح عندي Cast هنا الـ Cast أريد أن هنا قائمة الحقول الـ ID أريد أن يصبح Int أوكي جيد أما الآن الربط سيكون مباشرة هنا وليس مع Source بينما مع الـ Cast سأحذف هذا إذن مع الـ Cast وأذهب إلى View وأعمل Refresh هنا لا يخرج رسالة الخطأ أو لا تصدر رسالة الخطأ لماذا؟ لأن الحقول متشابهة في الـ Tip ومتشابهة في الأسماء فلا توجد ولا مشكلة لاحظ أنه أتاني بالضغطة الموجودة في قائمة البيانات بعدها مباشرة يأتي بالضغطة التي تأتي من ملف السيسبي لاحظ هذه كلها دغطة تأتي من ملف السيسبي وعندي الـ ID الذي عملت له كاست هذا فيما يخص الكاست لا نريد الكاست الآن ولا نريد بل نريد الآن أيضا هذه الدغطة لا نحتاجها سنغير فنريد الآن عمل جاين جاين معروفة جاين في الـ SQL هي أنني أريد عمل ربط وفق شرط معين ربط من مكان من مصدر الأول ومصدر ثاني أو ثالث إلى آخره حتى مع شروط فأقول له عمل لي جاين وفق الشرط الفلاني جاين وفق الشرط الفلاني من أنواع الجاين هناك أنواع كثيرة في الـ SQL هناك full جاين هناك inner جاين left جاين right جاين cross جاين cross up جاين هناك أيضا في الـ SQL فهناك الكثير من أنواع الجاين الذي نريدها وأساسيا هي هذه الأشياء الأساسية اللي هي full جاين وإنر جاين left وright وكورتيزين أو cross جاين أوكي سنعمل أولا في الـ SQL سنبدأ بالـ SQL ثم نرجع إلى المكون سنحذر جدولين في الـ SQL وكيف نعمل نفس الشيء نفس عمل هذا المكون في الضتفلو بواسطة لغة الـ SQL هكذا نضرب عصفورين بحجر سنشرح هذا نظريا إذن لنفرض أنه يكون عندي جدول أول وجدول ثاني وعندي الحقل المشترك مثلا هنا customer id وهنا customer id لكن هذا الجدول هو order وهذا الجدول هو customer مثل ما عندي في قاعدة البيانات هنا عندي جدول order وقصر وقصر كي فإذا كان عندي الـ id واحد واثنين وثلاثة وهنا الـ order هذا الـ id للـ order يكون عندي مثلا a b c لكن هذا الـ order خاص بالـ id رقم واحد وهذا أيضا بنفس الـ id لكن c هو خاص بالـ customer رقم اثنين إذن لو عملت inner join inner join ما معنى ذلك أعطيني الحقول وفق شرط معين الشرط يكون ماذا؟ هنا سأقول له وفق شرط أن يكون الـ id الـ id لـ customer يساوي الـ id لـ customer id الموجود في order أوكي فإذا كان الـ id يساوي إلى هذا الـ id الذي خاص بالـ customer هذا الـ order id فبطبيعة الحال موجود الربط موجود الربط موجود الربط ماذا سيعمل؟ سيعرض لي هذه الـ data إذن سيعرض لي 1 1 1 و 2 2 لكن هذا لم يعرضه ولو كانت عندي هنا data أخرى orders خاصة بشخص حذفناه بالخطأ مثلا من قاعدة بينات مثلا هذه الـ order هذه فلا يعرضها أيضا هذا الـ inner join أي أعطيني فقط الأشياء المشاركة ما بين الجدول الأول والجدول الثاني لو قلت له left join left join معناها أننا أعطيني جميع الضغطة الموجودة في الـ customer يعني left جميع الضغطة الموجودة في left يعني 1 و 2 و 3 وكل ما هو مرتبط بـ يعني بالـ 1 و 2 إذا لا توجد data فتكون null أوكي أما right join يعني أعطيني كل ما هو موجود في orders وأعطيني الربط بينهما وإن لم تكون الضغطة فأعطيني لل أما full join فأعطيني كل الضغطة الموجودة في الـ customer وكل الضغطة الموجودة في order إذا كان هناك الربط فأعطيني هذا الضغطة مربوطة وإلا فأعطيني الضغطة في شكل نيل يعني مثلا عندما يكون customer غير موجود فيقول لي null في الـ id في الـ name كلها null وبعد ذلك هي order e و أشياء أخرى خاصة بالـ order تكون فيها data أوكي لاحظ هنا عندي full join عملت count فأعطيني كل يعني العدد هو 832 يعني الـ data كلها مشتركة لو ضفت customer لو ذهبت إلى هنا وضفت customer بقام وضفت وضفت واحد آخر لاحظ الفول data أصبح 34 لكن الانر جوين سيعطيني فقط اثنان وثلاثون ثلاثون لماذا ثلاثون ضفت اثنين فقط لأن الأوردر المهم الانر جوين سيعطيني فقط الضغطة الغير مرتبطة اللفت جوين اللفت جوين الآن عندما أقوله لفت جوين مع الكوستمر 34 لأنه سيعطيني جميع الضغطة الخاصة بالكوستمر لو ذهبت الى الكوستمر هنا كم عندي كوستمر تلاثة وتسعون كل واحد نضربه في الأوردر الخاص لا مثال خاطئ لم أحذر عفهم أما هنا فلا يعطيني 834 بل يعطيني 30 مثل عملنا لانر جوين لأن ضفنا كوستمر إذا ضفنا كوستمر فتختفي الضغطة عندما نعمل اينار وعندما نعمل رايت لأن اللفت هو الذي يعطيني قائمة الكوستمر والفول القائمة الإجمالية للكوستمر مع المربوطة والغير مربوطة فكل الأشياء المربوطة سيعطيها إياها بالإضافة الى الكوستمر الغير مربوط كيف نعمل هذا في بالداتافلو إذن عندي سأربط هذا بجدول الأوردر كما عملنا هنا أقصد نعمل 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 لاتتا بايز وcer FDA وضع أقل له إنرجوين الـ ID للكustomer تساوي إلى لماذا تأتيني لأنني لم أربط أردر customer customer ID نذهب إلى Preview ولاحظ 830 هو الربط ما بين customer والأردر لو ذهبنا هنا وقتلوا فالجوين 834 لأنه وجد يوزر إضافي إثنين من اليوزر إضافهم في الخائمة لو ذهبنا في الأسفل نجد أن هناك نيل في الأردر نذهب إلى SQL أحسن فالجوين 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 . فالجوين فالجوين كما تلاحظون ضعف لي اليوزر A مع نل لم يجد له order أيضا هناك لماذا قلت 34 منذ حين قلت من المفروض يكون 32 لأنه وجد يوزر ليس له orders إضافيين معهم order فضافهم هنا لذلك استغربت منذ حين قلت 34 من المفروض يكون 32 وثلاثهم فقط شخصين لكن هناك أيضا افتراضيا شخصين لم يقوم ولا طلبية إذن لم يرسل ولا طلبية لذلك وجدنا أشخاص الذين ليس لم يرسلوا ولا طلبية هنا مع طريق سواء full join أو أيضا left join أيضا ستعطيني نفس النتيجة لماذا؟ لأنه سيركز على قائمة customer الإجمالية بعد ذلك هل توجد طلبية أو لا توجد لا يهمه إذا كان توجد يعمل الربط إذا لم توجد يعطيني nail أوكي والعكس أيضا مثل ما قلنا في order يعطيني جميع الطلبيات وإن كان هناك الربط مع user فيعطيني الربط وإن لم يجد الربط لا توجد طلبية وحذفنا المستعمل أو client بدون قصد فسنجد nail مكان اسم المستعمل هذا كل شيء فقط التغيير هنا على مستوى هذه الأشياء cross join نسيت أن أشرح cross join cross join صدقوني من حوالي أكثر من